في المقابل حمل وزير الخارجية روسي سيرجي لفروف والولايات المتحدة مسؤولية التدخل في الشأن السوداني سداء مما قال إنه هندسة انفصال جنوب السودان وفرض عقوبات على قيادتين البلدين بل دعمهم اقتصاديا عقب الانفصال بدل دعمهم اقتصاديا عقب الانفصال وقال لفروف إن مجموعة فاغنر الروسية هي شركة أمن خاصة وتعمل في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان بطلب رسمي من حكوماتها واشار إلى حق السودان بالاستعانة بخدمات هذه المجموعة الخاصة جمهورية افريقيا الوسطى ومالي والسودان وعدد من الدول الأخرى حيث الحكومات وسلطات شرعية طلبت من فاغنر تقديم خدمات دعونا لا ننسى ذلك إن كنتم مهتمين بهذا الأمر فانظروا في الانترنت وعدد الشركات العسكرية الخاصة الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي بالعشرات والعديد منها عملت لسنوات طويلة على حدودنا بما في ذلك داخل أوكرانيا وهذا يثير أسئلة عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر